في نشرة اليوم من منصة أكثر تهديدات من مجموعة إيرانية عسكرية للسويديين ومطالبات مستمرة لمقاطعة المنتجات السويدية وطقس ماطر تشهده السويد في حين تشهد الجزر اليونانية درجات حرارة مرتفعة إليكم التفاصيل هذا الفيديو برعاية ليبا برود أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال خطوط الملكية الأردنية نحلق معا نايل إير شركة طيران المصرية الرائدة كاملة الخدمات مرحبا بكم طلقت سويد تهديدات إرهابية من قبل مجموعة عسكرية إيرانية تعرف باسم أصحاب الكهف حيث تم توجيه هذه التهديدات السويديين في أنحاء العالم وفي سياق المتصل حرض الزعيم السياسي مقتدى الصدر أتباعه على اقتحام السفرة السويدية في بغداد وبحسب التلفزيون السويدي فإن سبب ذلك قد لا يرجع إلى حرق المصحف فقط فقد تكون الحقيقة وراء ذلك حجد أتباعه وذلك لجزء من مسرحية للسلطة السياسية الداخلية ويرى الباحث في مجال الإرهاب هانز برون بأن هذه الخطوة تعتبر تصعيدا خطيرا كما تم نشر التهديدات من قبل مجموعة أصحاب الكهف على منصة تيليجرام وتضمنت دعوات للبحث عن كل السويدي وتعتبر هذه التهديدات جديدة من نوعها حيث يتم السهدف السويديين كجماعة وتأتي هذه الأحداث بعد تعرض السفرة السويدية في بغداد لاقتحام للمرة الثانية بعد حادثة قامة تظاهر أمام السفرة العراقية في السوكولم خلال الأسبوع الماضي تعتبر شركة إيكيا واحدة من الشركات الكبرى التي تواجه العاصفة في ظل الدعوات المتزايدة من قبل العديد من الدول لمقاطعة السلع السويدية وتحظى الشركة العملاقة للأثاث وجود كبير في الشرق الأوسط وتعتبر من أكثر الشركات المسادفة خلال حملة المقاطعة وفي سياق المتصل أكد لارس يوهان رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قلق جدا من هذه الدعوات للمقاطعة على الرغم من أن الشركة لم تلاحظ أي تأثيرات تتعلق بالأحداث المتعلقة بالقرآن يذكر أن صادرات السويد في عام 2022 إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تجاوزت الـ 51 مليار كرون سويدي يستمر الطقس الماطر في معظم مناطق ومدن السويد خلال الأسبوع الحالي متأثرا بمنخفض جوي قادم من الجنوب وستشهد الأيام المقبلة طقس رماديا غائما مصحوبا بأمطار متفرقة مع فرص ضئيلة لظهور الشمس وخاصة في جنوب البلاد وستتراوح درجات الحرارة بين الخمسة عشر وتسعة عشر درجة مئوية في حين هناك توقعات بتحسل حالة الجوية خلال يومي الاربعاء والخميس بسبب انحصار المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة في معظم المدن إلى حوالي العشرين درجة مئوية أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد تشهد جزيرة رودوس اليونانية خلال فصل الصيف موجة من الحرائق بسبب الحر الشديد ويسابق رجال الإطفاء الزمن لاحتواء الحريق الهائل الذي أدى إلى إجلاء ألاف الأشخاص وفدت الأنباء أن الحريق الذي اندلع منذ أيام قد خرج عن السيطرة على عدة جبهات ووصفت خدمة الإطفاء اليونانية الحرائق بأنها الأصعب على الإطلاق في البلاد وحذرت من تفاقم الوضع بسبب الرياح القوية حيث تم إجلاء الألاف من المصفين وكذلك سكان المحليين وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة ختاما لا تنسوا تعليق والمشاركة ليصلكم كل جديد أما أنا ليناردو دياب ألقاكم غدا بنفس التوقيت وإلى اللقاء